إعصار لبان المداري يغادر محافظة المهر صوب حضر موت ليتحول إلى عاصفة استوائية وذلك بعد يومين من أسوأ ظاهرة جوية تضرب المحافظة منذ خمسة أشهر ضرب الإعصار السواحل المهر بسرعة 65 كم في الساعة مسبباً أنطاراً غزيرة وفيضانات ضربت معظم أنحاء المحافظة وكانت مدينة الغيظة العاصمة أكثر التجمعات السكانية تضرراً بهذا الإعصار الأنباء الواردة من المهرة تؤكد وفاة مواطن على الأقل حتى الآن وإصابة العشرات جراء الإعصار الذي تسبب أيضاً في حصار الآلاف في منازلهم في حي عبري على وجه الخصوص بالإضافة إلى أن المئات ممن تم إجراؤهم إلى مدارس في المدينة يواجهون ظروفاً صعبة للغاية وحتى مساء الأحد كانت السلطات المحلية تواجه صعوبة في إجراء المواطنين عبر فتح مسارات آمنة بسبب استمرار تدفق السيول الجارفة واستمرار خطور الأمطار كذلك في وقت أعلن فيه محافظ المحافظة راجح باكوريت تعطيل العمل في الدوائر الرسمية لإثنين بسبب استمرار الأمطار الغزيرة وخطر تدفق السيول الإحصائيات الأولية للأضرار المادية تشير إلى تهدم كلياً وجزئياً لعشرات المنازل فيما لحقت الأضرار بالطرقات وشبكات الاتصالات وتسببت الرياح الشديدة في سقوط أعمدة الكهرباء وخروج 90% من منظومة الكهرباء عن الخدمة في مدينة الغيظة الحكومة وعبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح وجهت نداء إغاثة إلى المنظمات الإغاثية الدولية إلى سرعة إرسال فرق إلى محافظة المهرة وإغاثة المتضررين والتنسيق مع السلطة المحلية لتوزيع المواد الإغاثية ومخيمة الإيواء فيما أطلق مسؤولون محليون نداء مشابهاً لسلطنة عمان لإغاثة أبناء المحافظة وفيما يصفه المراقبون صمتاً لافتاً لم يسجل حتى الآن أي تدخل إغاثي من جانب السلطات السعودية التي ينتشر المئات من جنودها وأليتها العسكرية في أنحاء محافظة المهرة بذريعة مكافحة التهريب قادر الجغرافيا يضع محافظتي المهرة وسقطر مجدداً على مهب العواصف المدارية متفاوتة القوة والتأثير والتي ضربت المحافظتين خلال السنوات الست الماضية في وقت لا تزال المحافظتان تتعرضان لإعصار من التهديدات الجيوسياسية التي يواجهها أبناء المحافظتين بشجاعة نادرة